اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تصير لأسباب خارج عن إرادتي. أولاً اللي ما يعرف اللي ما يتابيني في سناب شات أو إنستجرام دائماً نزل هناك السوري وتكلم عن الموضوع نقلت من بيتنا. طبعاً بيتنا هذا اللي أنا في حالياً لبيتنا الجديد وبيتنا القديم اللي هنا كان فيه ألياف أو إنترنت ألياف بصرية أو يسمونها فايبر اللي هو الزبد أن الإنترنت يكون مرة كوي سري. بيتنا اللي حنا فيه الحين للأسف حتى تلفون أرضي ما عندنا يعني جوال بس عشان كذا الإنترنت اللي أنا شغال على الفور جي. والفور جي اللي هنا مرة سيئة لدرجة إذا مثلاً الظهرية والعصرية يكون عليه ضغط. زح متناج يحملون. عرفت فما عاد أقدر أستخدم الإنترنت. ما عاد أقدر أحمل ولا عاد أقدر أسوي شيء. وبرضو حتى لو ما عليه ضغط يعني زي الحين الساعة ثلاث الفجر أبقى أحمل شيء أنت مرة سيئة وضعيف ما يخليني أخذ راحتي ولا يخليني يقدر ألعب ولا يخليني يقدر أحمل ولا ألعب مع الشباب. لدرجة إذا دخل معهم صوت يقطع وما قدر يعني أتواصل معهم. فعشان كذا ما صر تنزل ألعاب كثير مع الشباب أولاين وما صر تنزل ألعاب كثير يومياً في قناتي بحكم أن الإنترنت حقي ضعيف لأن إذا جيت رفع مقطع يأخذ وقت طويل. وبرضو بإذن الله راح نزل مقاطع مو مقاطع اللي هو فقرة تسألني حنا عادة كل ما نوصل مليون مثلاً يوم وصلت مليون نزلت الفقرة هذه ووصلت مليونين نزلتها ثلاث مليون لازم نزلها اللي هي فقرة تسألني. يعني إذا أنت عندك فضول عندك شي تبغى تعرفه تابع حسابي على الإستجرام راح نزل صورة اللي هي آخر صورة من بعد المقطع هذا بتلقى صورة سودا كذا مكتب فيها فقرة تسألني اكتب سؤالك تحت. فاكتبني سؤالك تحت في طريقات بدل الله أني راح أتكلم عن أو أجاوب ما أتكلم عنه. راح أجاوب عن سئلتكم في المقطع الجاي يعني ممكن بعد ثلاث أربع أيام اليوم. فبس هذا المقطع حق اليوم وما أتوقع أن في شيء كثير ينقال خلاص أعطيتكم تحديث في شكال يصير الفترة الحالية. واكتبوا سئلتكم في استقرام. وبس لأثن ما أقول لا تنسى تحط لايك لأنه كيف كتب تحط حط ما تحط شيء راجع لك وبس السلام عليكم. اشتركوا في القناة